قبة صاحب المركز الرابع عشر بخمس نقاط وبسجل خال من الانتصارات حل ضيفا على رابع جدول الترتيب ترجي مستغانم المتطلع إلى تحقيق فوز يقربه من الريادة العشرون دقيقة الأولى كانت هادئة من الجانبين وأول تهديد حقيقي تأخر إلى غاية الدقيقة الرابعة والعشرين عندما كادت تزديدة بن شاوشا تخادع حارس رائد القبة شويح ثمان دقائق بعد ذلك مخالفة للترجي نفذها بن طالب والمدافع عمراني يضع الكرة برأسية في شباك الحارس شويح مفتتحا التسجيل وممضيا هدفه الثالث هذا الموسم الترجي وصل الضغط في اللاحي كان قريبا من إضافة الثاني وشويح حال بينه وبين التسجيل رد فعل رائد القبة جاء عن طريق بن عمار الذي يتابع مخالفة أنساعد برأسية ويفاجئ أصحاب الأرض بهدف في الوقت البدل الضائع من الشوط الأول الذي انتهى بنتجة هدف في كل شبكة المرحلة الثانية بدأها الضيوف بقوة فكاد بن عمار أن يصل ثانية إلى شباك بالعربي الذي كان يقضا وأنقض مرماه بعدها ومن هجمة مرتدة انطلق الرائد عبر ماماش الذي تجاوز مدافعين وبين التسديد نحو المرمى والتمرير لزميله اختار القرار الخاطئ وضيع بغرابة أمام الحارس بالعربي مفوتا فرصة مضاعفة النتيجة أصحاب الضار استفاقوا في العشرين دقيقة الأخيرة وصنعوا عديد الفرص ولكن لا مادوني ولا خلوف ولا فلاحي تمكنوا من تحقيق المطلوب وفي الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء ضيع الضيوف فرصة ذهبية للفوز بعدما تصدى بالعربي لكرة آية علي لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله نقطة ثامنة للرائد ونقطتان ضائعة